إنها واحدة من أسوأ المذابح الطائفية في العالم ليلة رعب دامية عاشتها باريس عندما قامت السلطات بتوزيع الأسلحة على الأهالي من المسيحيين الكاثوليك من أجل إبادة إخوانهم من المسيحيين البروتستانت بمباركة الكنيسة لتقع مجزرة سان بارتليمي ويبقى ذلك اليوم نقطة سوداء في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية فكيف قاتل المسيحيون بعضهم بعضا؟ وما سر حفل الزفاف الذي مهد لمذبحة سان بارتليمي؟ وكيف لعبت السياسة دورها في تلك المجزرة؟ تابعونا للنهاية قبل أن نستعرض معكم تفاصيل مجزرة سان بارتليمي يجدر بنا أن نتوقف قليلا عند الظروف الدينية والسياسية التي مهدت لمذبحة سان بارتليمي فمنذ أن ظهرت حركة الإصلاح البروتستانتي التي انشقت عن الكنيسة الكاثوليكية على يد الراهب الألماني مارتن لوثر في القرن السادس عشر حتى تصدت لها الكنيسة الكاثوليكية بعنف وحاولت وأدها بكل الوسائل الممكنة إلا أن الدعوة البروتستانتية انتشرت بسرعة كبيرة يصعب السيطرة عليها ووصلت إلى فرنسا دون أن تتمكن الكنيسة من وقف انتشارها واندلعت الصراعات الدامية بين الكاثوليك والبروتستانت وتوجست السلطات السياسية من تلك الحركة الجديدة ورأت فيها خطرا يهدد عرشها كذلك الأمر بالنسبة لباب الكنيسة الكاثوليكية جريغوريا الثالث عشر الذي ازداد خوفه من سطوة وانتشار البروتستانتية ومن تلك النقاط كانت تخطيط والإعداد لتلك المجزرة الرهيبة لنذهب الآن إلى البلاط الملكي الفرنسي لنتعرف على اللعبة السياسية الخبيثة التي كانت وراء مذبحة سان بارتليمي فبعد وفاة الملك الفرنسي هنري الثاني عام 1559 أصبحت زوجته كاثرين ديميجشي هي الحاكمة الفعلية لفرنسا حيث كان أبناؤها الملوك مجرد دما في يديها حتى آلت الأمور إلى ابنها تشارلز التاسع وهو طفل في التاسعة من العمر الذي استمر في البكاء حتى انتهت مراسيم تتويجها ولم يكن يسمح لأمه بالابتعاد عن عينيها حتى إنه كان يشاطرها نفس الغرفة بدأت كاثرين تشعر بالقلق عندما أصبح لدى ابنها الملك مستشار مقرب وهو الأدميرال كاسباردي كوليغني الذي ينتمي لطائفة الهوغنتيون وهي طائفة بروتستانتية ينتمي إليها نبلاء وقادة عسكريون بارزون لم يرق هذا للملكة المستبدة التي كانت تريد أن تبعد هذا المستشار عن ابنها فقد كان كوليغني يدعم حربا في هولندا ضد إسبانيا باعتبارها وسيلة لمنع عودة الشعار الحرب الأهلية في فرنسا بين الكاثوليك والبروتستانت وإذا انتصر كوليغني في هذه الحرب فهذا سيجعله الشخص الأقوى في فرنسا وسيتحكم تماما في الملك الصغير وليس هذا في صالح كاثرين في الوقت نفسه كان كوليغني يستاء من تدخل كاثرين في شؤون الحكم وهكذا نشأ صراع سياسي بين الطرفين سرعان ما أخذ صبغة دينية بسبب الاختلاف المذهبي لكل من الملكة كاثرين والمستشار كوليغني في صيف عام 1572 وبعد أن صارت شارلز في العشرينيات من عمره وكان يميل إلى رأي المستشار كوليغني بشأن الحرب ضد إسبانيا خشيت كاثرين من تأثير الأدميرال كوليغني المتزايد على ابنها ولما كانت كاثرين لا تتوانى عن استخدام شتى الوسائل للاحتفاظ بالسلطة والتخلص من كل من يشكل خطرا بالنسبة إليها فقد اعتت الضوء الأخضر لألغيز الرومان الكاثوليك الذين كانوا يدبرون لاغتيال كوليغني لكن سرعان ما امتدت المؤامرة لتشمل كل البروتستانت في باريس بل وحتى في مناطق متعددة في فرنسا إنه يوم الثامن عشر من أغسطس عام 1572 ذلك اليوم الذي شهد حفلة زفاف الأميرة مارغريت شقيقة الملك تشارلز من هنري أمير مملكة نافار ولما كان ذلك الأمير بروتستانتيا فقد توفد على باريس عدد كبير من البروتستانت لحضور حفل الزفاف بما في ذلك القادة البروتستانت كانت باريس مدينة كاثوليكية وقد أدى تدفق هذا العدد الكبير من البروتستانت للاحتفالات إلى تصاعد التوترات ووصلت الأمور إلى ذروتها بعد أيام قليلة عندما تعرض الأدميرال كوليغني إلى محاولة اغتيال فاشلة أصيب فيها بإصابة في ذراعه العمر الذي أغضب البروتستانت فطالبوا بالتحقيق في محاولة الاغتيال ووعدهم تشارلز بتنفيذ مطالبهم لكن الملكة خشيت من أن يكشف التحقيق عن تورطها في تلك المؤامرة وهكذا أقنعت ابنها تشارلز بأن قادة البروتستانت على وشك التمرد فأعطى الملك الإشارة ببدء المذبحة لم يكتفي الملك ووالدته باغتيال زعماء البروتستانت وهم نائمون بل استغلوا حالة الاحتقان الطائفي وطعسب الديني الشديد لدى الفرنسيين لإقامة تلك المذبحة ووزعوا الأسلحة على الجنود والأهالي المتطرفين من أجل القضاء على البروتستانت تماما وفي فجر الرابع والعشرين من أغسطس الذي وافق عيد القديس بارثولوميو دقت أجراس الكنائس لتكون تلك إشارة البدء بالفتك بالبروتستانت وانطلقت جموع الأهالي من الكاثوليك في نشوة دينية غير مسبوقة باسم حماية معتقداتهم وحماية الكنيسة وبابا الفاتيكان في حرب هستيرية ضد غيرهم من المسيحيين المنتسبين للمذهب البروتستانتي واختفت كل مشاعر الإنسانية أثناء تلك الهوجة العمياء فقتلوا وذبحوا كل من تشككوا في عدم انتسابه للمذهب الكاثوليكي أو تشككوا في حمايته لأفراد منتسبي للبروتستانت فقتلوهم وقتلوا نساءهم وأطفالهم بلا رحمة وقطعوا أوصالهم وامتلأ نهر السين بالدماء وأشلاء الجثاف ونهبت محلات وبيوت البروتستانت بل ويشاع أن الجيران قد قتلوا جيرانهم الذين لا يرغبون فيهم والتجار قد قتلوا المنافسين بعد اتهامهم بأنهم بروتستانت بل وحتى الأزواج استغلوا الفرصة لقتل زوجاتهم والعكس صحيح استمرت إراقة الدماء في باريس حتى بعد إصدار مرسوم ملاكي في اليوم التالي بوقف القتل حيث لم يعد بإمكان أحدنا السيطرة على العوام الغوغاء الذين أطلقوا العنال لغرائزهم الحيوانية واستمرت المذبحة لشهرين كاملين وامتدت إلى العديد من المدن الفرنسية التي قام أهاليها بقتل عدد كبير من البروتستانت بعد أن بلغتهم أخبار المذبحة في باريس وراح ضحية تلك المذبحة المروعة ما لا يقل عن ثلاثين ألفا كما تذكر بعض المصادر في حين يذكر ماكسيميليان دي بيثون دوق سالي الذي كان معاصرا لتلك المذبحة أن عدد الضحايا وصل إلى سبعين ألفا تسببت سان بارتليمي في فرحة كبيرة في أوروبا المسيحية الكاثوليكية كلها وتلقى البابا غريغوريا الثالث عشر الخبر بفرحة غامرة وبارك تلك المذبحة وأمر بإطلاق المدافع وإقامة القداس في شتى الكنائس بل وعمر بسك أوسمة وميداليات لتخليد ذكرى تلك المجزرة المروعة وكتب على هذه الأوسمة إعدام الملحدين كما دعا الفنانين إلى تصوير مناظر المذبحة على حوائط الفاتيكان وأرسل إلى ملك فرنسا يهنئه على هذا العمل الجليل على حد تعبيره وبخلاف موقف البابا فإن السلطان العثماني سليم الثاني استاء لتلك المذبح وأرسل رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى الملك تشارلز وابخه فيها على تعامله مع الطائفة البروتستانتية وقدم له نموذج الدولة العثمانية في التعامل مع أهل الملل كملجأ للجماعات الدينية المطهدة بحسب المؤرخ الهندي سانت جاي سوبر هامانيام لم يهنئ الملك تشارلز بما فعلها فبالرغم من محاولته للدعاء بأنه كانت هناك مؤامرة بروتيستانتية للإطاحة به من على العرش وبالرغم من أنه كان يتباهى أحيانا بعدد الجثث في مذبحة يوم القديس بارثولوميو إلا أنه أحيانا كانت تنتابه نوبات من الشعور بالذنب بسبب الفضائع التي ارتكبت باسمها وفي معظم الأحيان يلقي باللوم على والدتها وبعد عامين فقط من المذبحة توفي تشارلز وهو في الثالث والعشرين من عمرها ليبقى اسمه مرتبطا بواحدة من أبشع حوادث القتل الجماعي على أساس ديني في تاريخ أوروبا كلها نأمل بأن يكون المحتوى قد نال إعجابكم كما نرجو منكم الدعم للقناة بالاشتراك وتفعيل كل الإشعارات